السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد مصطفى الرسام ان شاء الله النهاردة هنعمل تابلو منظر مودرن المنظر انا حاولت بقدر الامكان ان انا ابسطه على حضراتكم علشان في ناس كلمتني بخصوص استخدامنا للالوان وان احنا ما يكونش فيها تفاصيل كتير بحيث ان هو يستفيد ويتعلم اسرع ان شاء الله فالتابلو ده ان شاء الله هيكون بسيط خالص فكرته بسيطة ورسمته كمان بسيطة وسهلة واغلب شغله هيكون يدوي بالفرشة للناس اللي طلبت شغل يدوي ان شاء الله ده تقطيع التابلو بتاعنا التابلو اولا في غرفة نوم خلفية سرير قطعنا التابلو خمس كطع منهم كطع كبيرة في النص بشكل برضو عشوائي فوق السرير وغلفناه بجرايد ابتدينا جبنا اللون احمر تغبير خفيف من تحت لفوق على ما فيش زي ما شفت كده في بداية الرش في الارضية ارضية التابلو دي اهم حاجة اه في تسيح الوانها برضو مهمة ممكن تعملها باي الوان المهم ان يكون عندك باجراوند خلفية مستقلة عن اه عن بقية الوان الجدار الاساسية تمام غبرنا تحت باللون الاحمر ومن فوق باللون اورانج برضو على ما فيش بالشكل ده سيبنا الفراغ اللي في النص فاتح على شكل بيضاوي كده تمام اه برضو الالوان دي دوكو الباجراوند كلها دوكو بالشكل ده وبتدينا ان ندي كام تاتش خفيف كده على الابيض بقع باللون برضو الارانج وجبنا لون تاني اه ابيض اه اصفر اصفر كناري وغبرنا به برضو على الاجزاء الفتحة اللي في النص المهم ان انت تعمل ما تصعبش الموضوع على نفسك في تسيح الالوان المهم تعمل ارضية بالوان مختلفة ممكن تدخل فيها كزا لون زي كده وممكن تعملها بلون واحد وممكن تدهن ارضية بالفرشة عادي وتشتغل عليها لون اسود لون نبيتي زي ما حضرتك تحب المهم ان احنا اه كل واحد بيشتغل حسب الوان المكان اللي هو فيه والفرش علشان تناسك الالوان مهم بالنسبة للعميل طبعا فكل واحد يشتغل بالالوان اللي هو حبيبها المهم ان احنا نستفيد من الفيديو ده الفكرة وطريقة الشغل تمام بعد ما غبرنا بالشكل ده جبنا اه لونين ابيض ومبيتي بلاستيكات بلاستيك نص لامع ابيض ومبيتي ودي فرشة اه عريضة موجودة في اي محل بيات عادي وعند اي حد ادوات اه مكتبية عنده الفرش دي يجب الفرش وحطناها على بلادة الوان او على اه كارتونة لونين اي حاجة المهم ان اللونين يكونوا منفصلين عن بعض وناخد نحط الفرشة ناخد لونين في الفرشة بالشكل الموضح ده نص الفرشة باللون الابيض ونص الفرشة باللون انبيتي تمام الفكرة دي سهلة جدا لعمل الوردة بالنسبة لأي حد مبتدئ حبيب يعملها بتشتغل الدوران من فوق وبتعكس من تحت تمام طريقتها سهلة جدا في انك تعمل وردة بالفرشة يمكن انها تكون اسهل عليك كمبتدئ من من المسدس الرشة تمام دي بلاستيكات وهنعمل كزا واحدة هنزود الورود في التابلو ده بحيس ان احنا نتكن شغل الفرشة تماما تمام خدناها بالدوران بالشكل اللي ده الوردة دي اسمها الوردة الزجزاج ناس كتير عرفاها ومشهورة يعني في مجال الدهانات عموما يعني بس احنا حبينا ندخلها في التابلو النهاردة او تغيير للورود اللي احنا عملناها كتير في القناة عندنا تمام خدنا بالشكل ده من الاعلى بس انا بسيبها يعني تجف شوية علشان ده بلاستيك مش دوكو وعكسنا بنفس اللونين من تحت اديتنا الشكل المجسم ده بالشكل ده لو قبلت حضرتك اي مشكلة اللي هي بس محتاجة تمرين كتير منك على اي جدار قديم او على اي كارتونة قديمة علشان تحاول تطلع الوردة بالشكل ده واكيد ان شاء الله هتطلعها احسن من كده اه باي لونين ممكن برضو ممكن بالاصفر والا بالمهم ان الابيض لون اساسي الابيض لون اساسي مع اي لون تاني بنفسج ازرق موف روز اه ابيض وسويت زي ما هتحب تعملها حسب برضو الوان المكان تمام وبنقسمها بالشكل ده مع التسيح طبعا مهم جدا ارجو لو اي حد قابلته بعد التمرين على طريقة الوردة دي مشكلة يسيب لي في الكومنتات او ياتصل بي بسيب الرقم التليفون بتاعي الواتس والفون في الوصف تحت الفيديو ولو عجبك واستفدت ما تنساش تعمل شير للفيديو وتعمل لايك ادعمنا بقدر الامكان يعني علشان نحاول نقدم كل يوم جديد ان شاء الله بفضل دعمكم ان شاء الله القناة هتستمر وهتكبر وخليكم معانا ان شاء الله كلنا بينفيد بعض انا مش هقول ان انا احسن رسام طبعا لان ده ما ينفعش لان انا بالفعل مش احسن رسام ولا حاجة في ناس كتير احسن مني بمراحل بس انا حابب ان احنا اللي انا تعلمته بعلمه بس مش اكتر والله هتلاقي في ناس كتير بتطلع ديزاينات احسن وافضل كتير مني ادواتها واستخداماتها اسهل وافضل بس احنا بنحاول نكتهد بقدر الامكان احنا كلنا بنتعلم من بعض ربنا يوفقنا واياكم جميعا ان شاء الله دي طريقة خلصنا توزيع الورد بالفرشة بالشكل ده قطعناها بالشكل العشوائي على اساس ان احنا هنكمل فروع بالاسود زي ما هو شايف زي ما حذاك شايف كده بالزبط وممكن تعملها في شكل استنسل وممكن تعملها في شكل في شكل استنسل انسيابي وممكن تعملها في شكل جزع كده زي اغصان شجر كله بيمشي عادي تمام اعتقد لحد كده مفيش اي مشاكل في تنفيذك ان شاء الله للطابلوه هيكون سهل جدا ثانيا وطبعا الاغصان والفروع دي برضو بتكون عشوائي المهم تكون عريضة من تحته وبتنتهي بقى اطراف ارفع النهايات بتاعتها تمام اغصان على الشمال ونفس الاغصان برضو على الجهة اليمين بالطابلوه ثانيا خلصنا الاغصان وكده بنبتدي نعمل زل خفيف لكل وردة تحتها بحس تديها بروز شوية وتجسيم اعلى في التابلوه الزل مهم جدا وعملنا كثير في مناظر وفيديوهات كثير قبل كده لو اول مرة تشوف الفيديو ده ادخل القناة وراجع الفيديوهات القديمة هتستفيد اكتر ان شاء الله ده زل برضو للاغصان وزل للورود كله في اتجاه اليمين المهم يكون في اتجاه واحد تمام بعد كده جبنا لون نبيتي غامق وابتدينا ندي بيه تاتشات خفيفة نسيح بيها الابيض مع الاحمر بتاع الفرشة اللي احنا كنا عاملينه في البداية كل ما هتضيف لمسة من افكارك من ابداعك كل ما هتدي شكل للطابلو افضل واحسن يعني فاكيد عندكم انتو افكار طبعا افضل كتير واحسن كتير ان شاء الله جبنا لون تاكن غامق اغمق من كل الدرجات اللي اشتغلنا بيها وابتدينا ندي رشة خفيفة في قلب كل وردة دي مهمة جدا علشان تعمل تجويفة لقلب الوردة علشان نحط فيها بعد كده نقط القلب اللي هتديها شكل افضل لحد كده تمام وبسيط ان شاء الله جبنا لون ابيض صريح برضو سيحنا بيه الاطراف النهايات البيضة بتاعت شغل الفرشة مع النيبيت اللي كنا نعملينه من شوية تسيح خفيف مع كام نقطة في قلب الوردة خفيفة ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش براحتك اللي هي النقط دي كل واحد يضيف اللمسة اللي تريحه واللي تعجبه واللي تعجب الزبون عنده كلها ان شاء الله اشكالها بتكون كويسة وبتمشي مع الالوان ده كان فلاش خفيف في الاماكن الغمقه لو مش حابب تعملهم برضو مفيش مشكلة عادي اعتقد ان المنظر كده يعني مفهوش حاجة صعبة يعني ان شاء الله عليكم دي تشريحة لجزع الشجر طبعا احنا عملناها قبل كده كتير برضو بتديها تجسيم اعلى وافضل مما كنا نسيبها سودة طبعا بس كفاية كده لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير ودعمنا على قد ما تقدر علشان غيرك يستفيد ان شاء الله تحت عمركم في اي استفسار الى اللقاء